الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية حيث عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني عن أسفها لقرار روسيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وأكدت أن الاتحاد سيواصل دعم المحكمة وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر تنفيذيا يوم أمس بسحب توقيع روسيا من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما يزيد الضغط عليها خاصة أن بعض الدول الإفريقية انسحبت من تلك المحكمة بالفعل معي لمناقشة تداعيات هذا القرار الكاتب والمحلل السياسي سيد إياد أبو شقرة سيد إياد أبو شقرة نرحبك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث برأيك بداية ما الدوافع التي جعلت فلاديمير بوتين يوقع على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية أعتقد أن الدافع الأول هو شخصية بوتين والدافع الثاني هو سياسته الراهنة سواء كانت على المستوى الأوروبي أو على مستوى الشرق الأوسط فالرئيس بوتين يعتبر أن الفرصة مناسبة على المناخ الدولي والمناخات الإقليمية المحيطة بروسيا لأن تمارس موسكو سياسة العصر الغريضة ولا يريد أن يحاسب على شيء يعني الهروب من المحاسبة ولكن في المقابل هل كان هناك ديئة في سحبه إلى المحكمة الجنائية الدولية عمليا يسحب اعترافه بشرعيتها قبل أن تقاضيه عمليا أو توجه إليها اتهامات فسياسة بوتين بدأت عمليا بجورجيا قبل ذلك في شجان ندرك ما حصل في جروزني ومن ثم في موضوع أبخازيا وجورجيا وسيطة الشمالية والاستيلاء على شبه جزيرة كل هذه الملفات هل سيفلت منها بلاديمير بوتين بمجرد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية اليوم في ظل المناخ العالمي المتجدد وفي الضعف الأمريكي الكبير بدأنا بالانكفاء والآن نحن على مشارف فوضى الإدارة الأمريكية الجديدة قبل أن تتسلم مهامها هناك نوع من الضبابية في الرؤية وفيما بعد حتى بعد 20 يناير المقبل ستحتاج هذه الإدارة على الأقل إلى سنة لكي تمسك بزمام الأمور إذا تمكنت من إمساك بزمام الأمور هل هذا هو الوقت توقيت المناسب برأيك الذي دفع بوتين لاتخاذ هذا القرار باعتقادي هذا هو الوقت المناسب جدا لديه أوروبا بحالة ضياع بعد التصويت البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هناك تصاعد كبير في التيارات العنصرية واليمينية المتطرفة التي يتعاطف معها بوتين ليس بالضرورة لأنه ينسج معها ليولوجيا ولكن لأن مصلحته تقوم على ذلك يريد أن تكون أوروبا ضعيفة بحيث لا تشكل أي خطر عليه وعلى سياساته لإعادة بناء أمبراطوريا ما في شرق أوروبا سيد أشرك معي الدكتور باسل الحاج يوسف الباحث في الشؤون الروسية والكاتب من أمستردام سيد باسل الحاج يوسف برأيك ما هي أخطر التداعيات لهذا القرار انسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية طالما أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وكانت لديها دائما الأداء بأن تمنع أي إجراء يأخذها إلى المحكمة الجنائية الدولية نعم باسل الحاج جاسم تصحيح الاسم في الحقيقة روسيا ليست عضو بالمطلق في محكمة الجنائية الدولية هي صحيحة أنها وقعت على ميتاق التأسيس لكنها لم تصادق بالتالي هذا الإعلان يمكن الفهم منه فقط رسالة إلى جهة ما وهي لم تعلن أنها لن تتعاون أيضا مع المحكمة وهناك حالات كثيرة أو حالات مشابهة لمثل هذا الإعلان لكنها لم تؤثر على عمل المحكمة هذا من ناحية من ناحية أخرى ربما من الاستخفاف القول أو النظر إلى هذا الموضوع أن روسيا تخشى من محاكمة يعني اليوم نجد في ظل هذا التراجع الأمريكي وتشتت الأوروبي روسيا يعني تتصرف في الساحة وخصوم في الشرق الأوسط على هواها والدليل على ذلك يعني لاحظنا مثلا وزير خارجية فرنسا طبل فترة عندما زار تركيا وجه نداء من هناك إلى المجتمع الدولي لإيقاف ما اسمها بيئة المجزرة في حلب يعني إذا كانت دولة مثل فرنسا عاجزة عن اتخاذ أي موقف يخفف من يعني معاناة السوريين أو يضع حد لتصرفات روسيا إذن كيف يمكننا أن نتصور أن روسيا تخشى أن يتم محاكمتها طيب هل يمكن أن تخشى روسيا الآن دكتور باسل حج جاسم هل يمكن أن تخشى أوروبا إذن الآن بعدما عبر الاتحاد الأوروبي وخاصة مسؤولة السياسة الخارجية موغريني عن دعمها القوي للمحكمة الجنائية والتزامها بالتعاون الكامل في منع الجرائم التي وصفتها بالخطيرة التي تقع ضمن نطاق اختصاص هذه المحكمة يعني أنا كما ذكرت في البداية روسيا لم تعلن عن عدم التعاون يعني هناك فرق هي بالأصل ليست عضو ولم تعلن عن عدم التعاون يعني هو قرار الانسحاب برأيك بقرار الانسحاب إذن هل يبشر بتعاون إذا هي من الأساس انسحبت وهي منعت في مجلس الأمن لمرات عديدة أي مناقشة لنقل الملف السوري إلى الجنائية الدولية فهل تتوقع أصلا أن تتعاون هي على الأغرب من هذا الإعلان أرادت رسالة إلى جهة ما اليوم يعني إن كان أوروبا أو روسيا أو في كل دول العالمة اليوم حالة ترقب على كيف سيتصرف ترامب يعني بعد الانتخابات الأمريكية هنا حالة ترقب يعني لو أتت كلينتون الكل كان يعرف العقلية التي ستستمر بها أو النهج الذي ستستمر عليه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الكل يعني ربما يمكن تسميته حالة إعادة تموضع طيب هذه عادة التوام موضع أنقل هذه الفكرة لضيفي هنا أبقى معي دكتور باسل سيدي آدى بشقرة أنت أشرت أيضا إلى جس النبض للإدارة الجديدة لترامب أحد الذين رشحوا لمنصب وزارة الخارجية جون بولتون سفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة أشار إلى عدم التقليل من الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في وجه روسيا وعدم الإنجرار إلى الاعتقاد بأن صفحة جديدة مع روسيا سوف تفتح برأيك ألا يمثل قرار بوتين إذن الآن استفزازا للإدارة المقبلة لترامب لا أعتقد أنه يشكل ابتزازا لأنه أصلا بوتين تنخل فعليا في الانتخابات الأمريكية وبشكل ناشط كان يريد أن يربح ترامب ليس حبا بترامب ولكن حبا بإشاعات مزيد من الفوضى داخل المؤسسة السياسية الأمريكية ما كان يريد انتقالا سلسا للسلطة في واشنطن كان يريد إرباكا للساحة الأمريكية وهو يريد إرباكا للساحة الأوروبية بالنسبة لموضوع جون بولتون جون بولتون صحيح أنه يمكن أن يكون المرشح المفضل عند ترامب لتولي ملف الخارجية ولكن جون بولتون في نهاية الأمر أيضا جزء من المؤسسة السياسية الجمهورية وخلال العام المقبل سيكون لافتا للنظر كيف سيتصرف جون دونالد ترامب مع مؤسسة الحزب الجمهوري علينا أن ننسى أنه ترامب رجل طاري على الحزب الجمهوري ليس من صلب الحزب ولم يكن سياسيا بالأصل وبالتالي هناك قيادات داخل الحزب الجمهوري وهو الحزب المسيطر على مجلسي الكونغرس على ترامب أن يتعامل معه بطريقة أو بأخرى يعني الخبطات الإعلامية والصراءات الإعلامية لا تلفع مع حزب حزب سلطة ممسك بعديد من الولايات وممسك مجلسي الكونغرس ولا في إدارة دولة ضخمة كالولايات المتحدة الأمريكية إذن برأيك هل هذه الجس النبض سياسة جس النبض من قبل روسيا يمكن أن تأتي بمفعول عكسي لما يتوقعه بوتين من دونالد ترامب بوتين يشعر أنه لا يخسر شيئا لا يخسر شيئا في إعادة في فرض أي شكل من أشكال الفوضى في الدول المجاورة لأنه يكسب وقت ثمين يحاول التوسع بأمكان لم يكن جغرافيا فعلى الأقل سياسيا في كل مناطق النفوذ السابقة التي خسرها الاتحاد السوفيتي سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا الشرقية أو في العالم الثالث عموما بالتالي باعتقالي أنه بالنسبة لترامب هذه فرصة ذهبية كان ممتازة الارتباك الأوروبي والارتباك الأمريكي لا يريد أفضل من هذا في الارتباك الأوروبي